استمرار الأجواء المستقرة في مملكة خلال الأيام القليلة القادمة التفاصيل بعد هذا الفاصل للتطوير العقاري أخر صور الأقمار الاصطناعي الملتقطة لمنطقة الشرق الأوسطة بما فيها أن هناك تظهر إلى تقريبا خلو سماء ملكة من تواجد أي سحب وغيوم ممترة في هذا الوقت بعد السحب الغيوم المتوسطة والعالية موجودة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط الأجواء هذه الليلة في العاصمة أجواء غالبا صافية ودرجة الحرارة الصغرى تقريبا حوالي 15 درجة ويميل التقسي البرودة في ساعات الليلة المتأخرة والصباح الباكر الأجواء متوقعة في ساعات نهار يوم الأحد خريفية لطيفة في أغلب المناطق تمين الأجواء للبرودة في ساعات الصباح والليل والأجواء أيضا في ذات الوقت مشمسة ونتعرف على تفاصيل درجات حرارة في مدن ومحافظات المملكة نبدأها شمالا من إربت 27 إلى 15 في عجلون 25 إلى 16 وفي أجرش 26 إلى 15 وفي مفرق من 26 إلى 13 درجة مئوية في العاصمة 24 إلى 14 في البلقاء 26 إلى 17 وفي مدى 27 إلى 15 في البحر ميد 33 إلى 23 وفي الزرقاء من 26 إلى 15 درجة مئوية جنوبا في الكرك من 26 إلى 15 في الطفيلة 24 إلى 15 في جبال الشراء من 22 إلى 13 درجة مئوية في معام من 26 إلى 14 وفي العقبة ترتفع العظمان 32 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى لهم 23 درجة مئوية في المنطقة الشرقية 25 إلى 12 وفي الصفاوي من 25 إلى 10 ومراحة تدني درجات حرارة في ساعات الليل في المنطقة الشرقية وتكون في الأزرق من 26 إلى 12 درجة مئوية توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي تقريبا درجات حرارة في ساعات النهار تتروح من 24 إلى 26 درجة مئوية وتستقر عندها 14 درجة مئوية في ساعات الليل هذا كان يكون مدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم دائما بخير إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر